سمعت فرق مجموعة المعارضة من أجل عقد هذه الندوة والتي بطبيعة الحال كما أرى في الافتتاح هذه الدورة سنة تشريعية من طرف جلالة الملك حافظة اليوم جمعة 13 أكتوبة 2023 وتم الاختتام ديالها بستة فبراير 2024 يعني أربعة أشهر تقريبا من العمل البرلماني على مستوى مجلس النواب وتقريبا نصف الولاية التشريعية تستحق أن نتواصل مع الرأي العام من خلالكم مشكورين وأجدد شكر لجميع وسائل إعلام الحضور ديالكم فهذا تقييم ديال الحاصلة تقييم سياسي وتقييم كمي كذلك بطبيعة الحال المكان المحوري اللي كتلعبها هذه المؤسسة التشريعية في البناء ديال الدستور ديال بلادنا واللي خص دستور في المكانة ديال البرلمان في 2011 حصريا باختصاص الشريع لكن أعتقد أن أدوار البرلمان أيضا هي إشاعة ثقافة ديمقراطية وتقافة الاختلاف في الرأي وتقافة المشاركة في المؤسسات في آخر المطاف فإن البرلمان وممثل الأماء يشكلون قناة أساسية لنقل مطالب وهموم وقضايا المواطن وتظل خدمة الصالح العام هي ما يجب أن يحركنا في جميع مبادرتنا فهذا السياق أن المعارضة البرلمانية لأدوار أساسية ومكانة دستور يؤثرها أيضا نظام الداخلي لمجلس النواب ومكانة المعارضة يحميها الدستور ويتعين على الجميع وخاصة على هذه الحكومة احترامها بشكل يتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة لأننا اليوم كما شتوا مجتمعين بطبيعة الحال في الندوى الصحفية ولسنا ملزمين كالمعارضة أن يكون كأغلبية أن يكون هناك تحالف لأنه تحالف على برنامج حكومي ولكن كمعارضة ننصق في أمور التي تجمعنا وهذا بطبيعة الحال ربطه بالأهمية القصوى التي جاءت في الرسالة دي جالة المالك بمناسبة للاحتفاء بديكراستين لتخليق الحياة العامة وخاصة الحياة السياسية والمؤسساتية نحن كمعارضة طبيعة الحال منذ الرسالة دي جالة المالك معبؤون ليكون لدينا مجلس في المستوى المطلوب وتكون لدينا مدونة السلوك ضمن النظام الداخلي وملزمة وقوية كما جاء في الرسالة المالكية والتخليق هو معركة شاملة وتحدي كبير يجب أن تربحه بلادنا في المشهد البرلماني والمشهد السياسي الحزبي ولكن في جميع المجال والميادين الأخرى علينا محاربة الممارسات الفاسدة في أي حق المجتمعي امتصادي اعلامي اداري والتخليق الحياة البرلمانية بالإضافة إلى مدونة السلوك التي هي إجراء لاحق يبدأ أولا من توفير الشروط الملائمة لإفراز أفضل وأكفع وأنزه الطاقات المنتخبة طبيعة الحال هذا لا يعني البرلمان فقط ولكن على الحكومة اليوم أن تتفاعل مع الرسالة المالكية أن تتفاعل مع المطالب دي المعارضة من أجل احترامها لأن الدستور والذي أعطى الحق ديالها في جميع المبادرات وأنتم لاحظتم في اختتام ديال الدورة السفر مقترح قانون في هذه الدورة وهذا يعني دليل قاطع على التغول ديال الحكومة ومصادرة التشريع اللي هو من بين المهام الأساسية ديال البرلمان تمت مصادرة من طرف الحكومة وأصبحنا كغرفة تسجيل نصادق على مشاريع قوانين ناهيك على الخرق الدستور في الحضور لا بالنسبة لأعضاء الحكومة بحيث بعض الوزارة لم يحضروا ولو مروا وحدة في الضورة الأخيرة حضور ديال الرئيس الحكومة اللي من المفروض يحضر بعض المرات حضر جوجد المرات التفاعل مع الأسئلة الكتابية اليوم من ناحية العدد وعلى حسب الاختتام ديال السيد رئيس مجلس النواب لا تتفاعل الحكومة لم تتفاعل بـ 15% وهذا خرق كذلك للدستور نظام الداخلي وعدم احترام الأجال هذا من ناحية العدد من ناحية الجوار أسئلة أجوبة ديال الحكومة لا علاقة لها أما بالنسبة للأسئلة الشفاوية أنتم كصحافة تحضروا كتشوفوا بأن بعض الوزراء لا يستطيعون قراءة ما كتب لهم ما يشيء اللي يتفعلوا حتى التعقيبات الإضافية كتجي مكتوبة يعني من الأخرى أو لا لا يجيب عليها يعني بعض النقاط أخرى اللي ستجي في المداخلات ديال السيدات والسادة رؤساء الفرق ومجموعات النيابية وبطبع الحل من بعد سنفتحوا النقاش للتفاعل مع الأسئلة ديالكم حتى لا أطل عليكم أعطي الكلمة لسيد رئيس فريق اشتراكي المعارضة التحادية فيتفضل في حدود خمسة دقائق وسأكون صارما ندروا سبعة سبعة خمسة خمسة دقائق وفي النقاش سيارجعوا ولكن خمسة دقائق رأى خمسة دقائق تفضل سيد رئيس